وقد أجبرت جائحة فيروس كورونا زعماء جنوب شرق آسيا على عقد اجتماع عبر الفيديو لتحديد استراتيجية للتغلب على الأزمة التي تهدد اقتصاد دولهم وعزلت الملايين من الناس في منازلهم ومن المقرر أي يعقد رؤساء الدول العشر الأضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا مزيدا من المحادثات عبر مؤتمرات الفيديو مع نظرائهم من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الذين من المتوقع يعبر عن دعمهم في مساعدة دول الأسيان على محاربة فيروس كورونا